تبدو الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب مهيئة لتصبح محوراً مهماً في تحديد مستقبل العراق لا سيما مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ما يؤكد أن العراق سيظل نقطة ارتكاز رئيسية في الاستراتيجيات الأمريكية سواء في محاولات إيقاف الحرب بالشرق الأوسط أو في أي ترتيبات تفاوضية محتملة مع إيران وبحسب بعض التحليلات السياسية فإن الولايات المتحدة أن ترامب وفريقه المعروفين بعقليتهم البراغماتية يرون أن العراق بمثابة شركة فرعية في إشارة إلى تصريح ترامب السابق الذي قال فيه إن العراق وإيران بلدان غنيان جداً وهو ما يحتم أن تجرى الصفقات معهما بما يعكس هذا الثراء ترجمة نانسي قنقر